قضية الاهلي وفوز الاهلي وتتوجات الاهلي وتوقيتات لعب النادي الاهلي بتصير مشاكل هنا في الداخل وبنقدر نرد وبنقدر نقول يا جماعة ارجعوا للجدوى اللي تشوفوا يا جماعة الزمالك لعب عدد من المباريات في الفترة دي أقل من اللي الاهلي لعبها الاهلي مش بيلعب والزمالك بيلعب مبارياته المضغوطة الاهلي مش بيتفسح في الساحل الاهلي بيلعب في أفريقيا عايز تصفر ويلعب في تونس وفي نفسه اليوم يواجه المقصة خلاص بي أعملها لكن اللي حصل مع الاهلي حصل مع الزمالك في كل مناسبة الزمالك شارك فيها خارجيا ده الكونفدرالية يعني ده احنا في فترة سنة الكونفدرالية رئيس نادي الزمالك حلف بيمين تلاتة ما هيلعب وملعبش لعب تلات مطشاط في اربعين يوم اربعين يوم ومع هذا بنقول المشاركات الخارجية كل مجالس إدارات اتحاد الكرة التي تكون موجودة بتحاول تقدم لكل نادي مشارك التسهيلات الممكنة اللي التعامل للآهل يتعامل لبيرامدز لكن العين على الآهل حتى من الإعلام العربي وهي دي نقطة الأهمية لأنه لما الانطباع السلبي يوصل للأشقاء العرب ونلاقي بعض الإعلاميين العرب بيتبنوا هذا أو بيتبنوا نفس النظرة للنادي الآله وتات وجاته لا نوقف ونتناقش كان في أحد الأستوديوهات العربية الأستاذ عادل محمد الحمادي إعلامي إماراتي الإمارات لها كل الحب والتقدير وطبعا علاقة مصر بالإمارات علاقة يعني فوق الوصف في التميز هذا الزميل الرجل زمالكاوي وده حقه يعني فيه ناس أهلوية وناس زمالكاوية وناس بتشجع النادي ده وناس بتشجع ده أمر لا يضير وما بنقافش عنده لكن لما يبقى تبن الرأي بهذا الحد لأ نسمعه ونتكلم موسماني لا شك بأن فريق الأهلي محظوظ بالموسماني حصل مدرب ولا موسماني محظوظ بالأهلي والأثنين أنا هذا بكمل كلامي وأقول أنه محظوظ أيضا بالنادي الأهلي لأن النادي الأهلي يفرش له الورد على الأرض ويمشي ملكا كيف يعني؟ يعني الآن تشوف جدول الترتيب الآن هو يتحدث عن نفسه نادي الأهلي متأخر ست مباريات عن المتصدر أنه نادي الزمالك بالتوتر في المستاش إذن وهذا الرقم مؤهل زيادة قد يصل إلى ثمان مباريات يعني الأندية الأخرى في مصر ما تحصل هذا الدعم من الاتحاد منتخبات في دولها ما تحصل دعم من الاتحاد مثل ما يحصله النادي الأهلي وكأنه يعني النادي الأهلي كان منتخب مصر حدوب قدوم له المصري لا لا أنا أقول لك أرقام موجودة والجدول يشرح يعني لما يلعب الزمالك كل 72 ساعة مباراة والنادي الأهلي يطلب تأجيل مبارياته يتم موافقة للنادي الأهلي ولا يتم الموافقة على الزمالك فهذا شو تفسيره لما يخرج رئيس الاتحاد ويقول لا للتأجيل للزمالك حتى لو عاد في نفس يوم المباراة راح يلعبها ويشكر النادي الأهلي على فكرة النادي الأهلي هو من يختار متى تلعب مبارياته وهذا لا يحدث في العالم بأسر مع أي اتحاد اختار أن يلعب تمسوا عن كلامك نعم موجود كل التصريحات موجودة اختار أن يلعب في التوقف اللي حاصل بسبب تجمع المنتخب الأولمبي بعد ذلك شوف الأدهى والأمر من هذا بعد ذلك طلب أنه أنا لا أنا راح أحرم من لعبة الأولمبي وما بلعب في هذا الموقع هو الذي يختار وهو اللي يلغي اختياره فهذا لا يحصل عليه أي نادي وأي مدرب في العالم الإعلامي عادل الحمادي لم يتحدث قناة عجمان بالمناسبة قناة عجمان الإماراتية الإماراتية لم يتحدث كألامي هو تحدث كم مشجع وإحنا يعني نتمنى أن نقارعه المعلومة والحجة والرأي نتمنى أن الحوار يمشي بالطريقة دي لكن يمشي بإنكار وتركيز على جانب واحد من الصورة دون إكمالها يعني عملية أنه يجي ويقولك رئيس التحدي قال لي زمالك والله لو رجعت نفسي اليوم هتلعب ولك موجود الكامل ده موجود فيه يا يا عادل بايه هل هذا منطقي يصدقه عائل النادي الأهلي يختار موعيد مبارياته هو الأهلي حلب بالطلاق أن أنا حلعب أو مش حلعب يا عادل بايه يا عادل بايه عندما كان الزمالك يشارك في الكونفدرالية ارجع للجدول وارجع للتوقفات ارجع لهذا الموسم اللي فات يا عادل بايه عندما الزمالك وبعدين إيه الميزة إيه الميزة في أنه يقولك الزمالك لعب والأهلي متخلف ستهم مبارات هي دي ميزة لمن ده الأهلي حيرجع تحت ضغط الزمالك يعني النهار ده مبارات أصوار الزمالك لعب بعد راحة بعد راحة إيه بعد راحة إيه كتير كتير مش زودة العب على النادي الآهلي طبعا ها ها فأنت إزاي بتتكلم يعني كلما يتقدم الزمالك في توسيع الفارق هذا ضغط على النادي الآهلي طب هو النادي الآهلي اللي ما حيرجع حيلعب الماتشات إزاي بقى هيدوله ماتش كل أسبوع ولا هيدوله كل اه اثنين وسبعين ساعة وثمانية واربعين ساعة ما حيضغط طيب هو النادي الآهلي لما كان بتتأجله مبارياته كان في الساحل بيتفسح ولا كان بيلعب في أفريقيا وبيسافر أفريقيا طب في المجمل عدد الماتشات بما فيها التقدم الذي يتقدمه الزمالك في المبارات المحلية التي يلعبها النادي الآهلي في النهاية محلي وإفريقي وكاس عالمين دي أكتر ولا أقلم الزمالك عايزك أنت كإعلامي مقدر أن أنت كزمالك عايز تبص الموضوع كده كما يصل إليك أو كما تريد أن ترى ما عنديش مشكلة برضو أنك تشوفه كده لكن كإعلامي بقى خد الموضوع دي وحللها وشوف الكلام ده هو الأهلي يلاقي بعدد ماتشات في النهاية أقلم من الزمالك ولا أكتر في هذه المدة الزمانية طب خلالها بقى مين اللي سافر ده زمالك لم يسافر أنت بتتكلم زمالك لعب ماتشين أسوان هنا في القاهرة ماتشين أسوان لعبهم في القاهرة بينما الأهلي في الوقت الذي وافق فيه للأهلي أن يبدل مواعيد مباراته عن المحلة عشان يدي المحلة حقا أن تلعب ولو أصر الأهلي أنه يلعب ماتشو في معاده كان لعب ماتشين المحلة في القاهرة لعدم جهزين ملعب المحلة تتخيل بقى لما يفعل الأهلي هذا مع المحلة مع المحلة يتصور ورح يخسر رحزة بص يسيبك بقى يا أستاذ أبراهيم من نتائج لما يعمل كده كان بيتهاجم الأهلي أنه بيحقق له ميزة وقتها مش أنه ده كان فير بلاي والأهلي وافق في الوقت اللي الزمالك ما فيهش الأسوان على هذا الطلب في لعب الماتش الأسوان النهاردة المرة الثانية في القاهرة وكان يستطيع الأهلي يلعب من ماتش المحلة في القاهرة لو يقوموا يتهموا اتحاد الكرة والأهلي أنه بيدلع الأهلي وبيجيب له ماتش المحلة القاهرة طيب عشان يودي الأهلي المحلة ما عملش كده مع الزمالك أو الزمالك ما عملش كده مع أسوات أنت ليه عايز تصور الموضوع بحكسه تماما والله العظيم ثلاثة لو أردت أن تبحث الأمر كإعلامي هتوصل أنت أنت لنتائج مختلفة تكاد تكون مقلوبة بمية وتمانين درجة طيب المهانس عدلي بيخاطب الأستاذ علاء عدل الحمادي كإعلامي بقى وكإعلامي المفترض أنا لما بتكلم بتكلم بمنطق وحجة ورقب وحقيقة تفضي إلى حقيقة لا يختلف عليها من أول ما بدأ الدوري لغاية النهاردة إذا كان الزمالك لعب في الدوري زيادة 6 مطشاط عن النادي الآلي الأهلي لعب 8 مطشاط زيادة الآلي هو اللي عنده الرقم الزيادة إلا إذا كنت عايز تعتبر المشاركة في كأس العالم للأندية أو المشاركة في الصبر الأفريقي أو المشاركة في دور الأبطال الأفريقي والاستمرار حتى نصف النهاية دي مش مباريات رسمية لو في منطق لإعلامي عايز يقول الفريق مايلعبش مشاركات خارجية ويلعب مباريات داخلية ده حاجة تخصه أنا بقول لك كرقم الأهل الليعب عدد مباريات زيادة عن الزمالك أيوة الأهل هو اللي عنده 8 مباريات زيادة مش الزمالك اللي عنده 6 طب أزانك في حاجة أستاذ غراهيم بصفتك الرجل صحافة تواصل مع أستاذ عادل وابعت له هذه البيانات هو زي ما بيتكلم ده متاح لكن أقدر أبعت لك عدد المباريات بالتويتات لو أنت راغب في البحث عن الحقيقة مش عن المشاعر رقم اتنين زي ما المهندس عادل قال هو اللي بيلعب أفريقيا مباراة فيها نفس الفرصة في الراحة اللي بيلعب جنب بيتهم يعني الفريق اللي بيلعب في القاهرة ده جنب البيت بعد ونص ساعة من المباراة بيروح الأهل يا أستاذ عادل بيلعب في ساندونز في أدنى أطراف القارة الزمالي خارج بره القاهرة كم مرة ويجي لحد الوقت يسافر وينزل ترانزيت في القاهرة ويطلع منها على قطر عشان يلعب مباراة السوبر الأفريقي ويرجع يومين ثلاثة ويروح مسافر على تونس عشان يلعب الترجي دي مهام خارجية وأعتقد أنت كإعلامي تعي صعوبة أنت تلعب في كل هذه الدول والمنافسين مريحين هنا لكن القضية الأخطر بقى أو المعلومة اللي أكثر إسارة للضحك الحقيقة ووضح أنه الناس بتتغذب معلومات غلط الأهل قال هلعب مبارياتي في خلال فترة تجمع المنتخب الإلومبي ووفقوله ويرجع لما المنتخب الإلومبي تجمع ملعبش شوفوا الأهل ضحك عليهم إزاي ووفقوله لأنه بيختار مبارياته تاني يا أستاذ عادل بالحس الإعلامي البسيط جدا الأهل لما وافق يلعب في فترة المنتخب الإلومبي وافق أنه يلعب في فترة الأولمبياد فترة الدورة الأولمبية لكن اللي حصل أنه لقال يتأجلوا مباركين وتقال هيلعبهم بدون لعيبة الأولمبيين وهو اللي وافق اللي حصل أنه المعاصف لا بس دي مش طلبه أستاذ فريد بس نوضع هو أنت عتكمل برده بس الصديق أخطر حتكمل حتكمل لم يكن طلبة للنادي الاتحاد القرى قال اللي عايز يأجل في الوقت بدون اللعيبة الدولية الأولمبيين أنا حوافق ده حق متح للقود فاختار الأهل ما فيهاش تضحية من نادي الأهل عايز تخف المباراة اللي عندك إلعب بدون اللعيبة الدولية إلعب بدون الأولمبيين أثناء الدورة الأولمبية قال لك أنا موافق اللي حصل إيه دي ميزة للأهل دي ميزة ولا تضحية من نادي الأهل خد لك الأهل منه ست لعيبة في المنتخب الأولمبي بس مش ده الموضوع الموضوع اللي فيه لابسة عنده حضرتك إنك بتقول ورجع لما الأهل وافقوله بيلعب من غير مرضيش يلعب قال لك مش لاعب هو وافقوله لا مش لاعب دي بتاعت اليومين اللي فاتوا معسكر المنتخب الأولمبي اتحط في فترة الأجندة الدولية فترة كان المفروض المنتخب الأول هو اللي عسكر وهو اللي يلعب مش الأهل اللي قال مش لاعب الفيفا اللي قاله ما ينفعش تلعب ما ينفعش لأنه منتخب الأولمبي عسكر في فترة الأجندة الدولية فترة الفيفا دي دي فترة محزور فيها إقامة أي مباريات محلية في أي منطقة علشان اللعيبة دي مش الفترة الأوليبية صنحت اللابسة عنه الفترة دي لعبت الزمالك فرجاني ساسي سافر بن شارقي سافر ونجم سافر الرجل بتاع تونس سيفل الجزيري سافر ولعبت الأهل المحترفين قاله دي أنجي سافر وبدر بنون سافر وعلي معلول سافر فأصبح الدوري كله وقف مش عشان الأهلي عشان دي فترة الفيفا دي للأهلي قال مش هلعب وسمعوا كلامه للأهلي تراجع عن وعده زي ما انت بتقول ولا الأهلي بتتحطيله مطشاط انت اللي حضرتك وصلالك معلومات غلط انت اللي باني وجهة نظرة على معلومات غلط وكل ما الزميل المزيع يسأله ازاي كده قوله موجود موجود كله موجود فين كله موجود على مواقع عبث دي هذه ليست فترة الدورة الأولمبية للأهلي وافق ان يلعب من غير الدولين فيها هذه فترة توقف جندة دولية ممنوعة يتلعب فيها كورة لان كل اللعبة اللي رايحة منتخبتها من حق الاندية تاخدها بعكس الدورة الأولمبية ان دي اختيارية فانت النادي الآلي ضحى بالقبول في انه يلعب خلال الفترة الأولمبية الاتحاد الكورة خد قرار بالنسبة لكل في نادي مصر لعب في الفترة دي عشان يبقى اتعامل للنادي الآلي ورجع في الكلام والأهلي ما رجعش في الكلام كده يتصحى عادل بيه يعني احنا لما نتنخشى بالعقل مش بنوصل للحقيقة ارجو انها تكون وصلالك وبرضه يعني اتمنى باستمرار التواصل مع اعلامي اه احنا ساعينا انه حتى يبقى يبقى له مداخلة معنا غزيلة اين هو بيغزى بعكس اللي احنا بنقوله ما احنا مقصرين برضه اصاز ابراهيم ام يعني لابد ان لومنا بسنا اي الراجل انت لما تشوف الفيديو اللي بعدين تعرف الرابط على طول اي واخد بالك اللي قاله هو في حد هنا قاله في مصر فالكلام ده يعني يعني لما بيتكرر خلاص بيكون وجهة نظر ليه اللي مكسل شوية ايه يشتغل يعني حتى كتجميع معلومات الجدول اللي لحظك ممكن تشوفه على الشاشة دلوقتي ده فتر ده عدد المباريات يا أستاذ عادل عدد المباريات اللي لعبها الاهلي والزمالك السنادي وفقا للمدد البينية بين كل المباريات أتمنى أن أنت توقف عند نقطة عدد المباريات اللي أقيمت كل ثلاثة أيام الجاية أخطر بقى بص بقى كل اللي لعب كل يومين كل يومين الاهلي لعب ثمان مطشاط بفاصل يومين الزمالك لعب خمس مطشاط هارجو أن يكون متابعاً يارد تكون شايف عدد المطشاط اللي تلعبت في أقل فاصل زمني إنساني ممكن وهو يومين الاهلي لعب ثمان مباريات بفاصل زمني يومين الزمالك لعب خمسة بفاصل زمني ثلاثة أيام الزمالك لعب ثمانية الزمالك لعب تسعة أربع أيام تسعة وعشرة خمس أيام أربعة وثلاثة وهكذا حتى النهاية لو بصيت على عدد المباريات اللي لعبها النادي الأهلي الأهلي لعب ثلاثة وتلاتين مباراة الزمالك لعب ثلاثين مباراة فين بقى إن الزمالك مظلوم وإن الأهلي بيحط جدوله بنفسه أنا بقول لك هي الفكرة بس أنه الأهلي قبل يلعب خسر نقاط كتيرة جدا ضحى عشان كان عنده مشاركة أفريقية مهمة أعتقد الجدول ده يا أستاذ عادل كافي جدا مع منطق أنه فترة المنتخب الأولمبي أقيمت أثناء الفيفا دي في نهاية أستاذ إبراهيم نحن لسنا على خلاف معاهد خصوصا الإعلام المحترف أستاذ عادل الحمدي ولكنها دعوة للحوار الموضوعي وفقا لمعلومات صحيح طبقا لمعلومات وحقائق ومستعديل التواصل وإننا نبقى الملاقشة نستفيد منها إنما ممكن مع بعضينا بقى في أعداتنا الخاصة نقول أهلي وزمالك ونقول الكلام اللي إحنا عايزين يعني أنت عارف أنا ما بحبش التحفيل لكن لو عايزين نقعد ندرش مع بعض نهذر مع بعض نهذر مع بعض لكن في الحقائق أرجو أن تقدم الحقائق كحقائق